عايز تعرف بقى السيسي ساب مؤتمر المية وراح فين بسيطة جدا ناخد كده يا ترى السيسي كان بيعمل ايه على راقية علاقية والدين خير ان شاء الله كان عندكو حاجة نسمع بقى السيسي كان بيعمل ايه النهاردة او مبارح السيسي يجتمع مع محافظة المنوفية يا اخت لمتابعة جهود تطوير الصناعات اليدوية والحرف التراصية ورب العزة ما لقى حاجة اعملها محافظ مع المحافظ قعد ما سيت يخرب بيت سحنتك اطلع 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 فوق اطلع فوق بالسحنة دي اطلع اطلع كمان يا علاق والنبي في حامل قدام الشاشة اجتمع السيسي اليوم الاحد مبارح مع محافظة المنوفية وتناول متابعة جهود تطوير الصناعات اليدوية ورامة كان لياه واحد صديقي كان يقول لي ايه يقول لي حسن بجده ما مش تهدش حاجة على فكرة احنا كل يوم نروح الشغل وتمضي ومتأخر وعندك شغل ومتأخر عليك شغل وتجمع ونقلب هو بيعمل ايه بقى يصحى الصبح كده هنعمل ايه حادتك عايز تعمل يا فنم طيب ما فيش حاجة نعمل ايه فيش حد جاي البلد وحد خارج بلد لا ما فيش حد طيب عايز اروح حتة طيب يا فنم ايه رأيك نجيب وزير الاوقاف لو النبي بلاش دمه تقيل على قلبي ومبارح كان بيقول لي نكتة بايخة جده طيب ايه رأيك يا فنم ممكن نجيب وزيرة الشؤون الاجتماعية غادة والي لطيفة وهيتقعد معاك كده قاعدة لطيفة الصبح كده وانتك شاب لقهوة غادة والي لا هيتكلموا علينا وبتاع بلد غادة والي طيب حدرتك تؤمر بايه يا فنم انا هطلع تشمس شوية كده بقول لك ايه شي محافظ كده مشتوش من زمان مين بتاع المنوفيهاتو هتتكلموا في ايه يا فنم اي حاجة ايه شوف عنده موضوع ايه يا راجل يا ناقص المفروض اللي يجتم على المحافظ ده الوزير حضرتك جايب محافظ المنوفيه عشان تناقشوا مش مشاكل المحافظة المنوفيه ولا في الزراعة ولا في خطة هيعملوا ايه بعد ما المية تقطع ولا في خطة ايه بقى مشاكل المزارعين ولا ايه مشاكل الصحة عندوكم كم مستشفى ولا ابوك جاب لوكم مستشفى مبارح والحاجات دي وجايبوا عشان تسألوا عن تطوير الصناعات اليدوية انت تعرف المنوفيه دي من اهم محافظات الجمهورية في الزراعة ومن اجود اراضي الزراعة وعلى فكرة من افقر المحافظات المحافظة في قليل جدا انت روحش بين الكون كده اغلط وروحش بين الكون اغلط يعني الدهول على عينك كده واغلط وروحش بين الكون انا رحتها واستغربت جدا ازاي السادات منها يعني مش قصد انها يعني قصد كان مفروض السادات يهتم بيها وحسن بارك كمانة المنوفيه ازاي الناس دي مهتمتش بالمحافظة دي ومحافظة في الدلتة ومع ذلك المعلم جايب محافظة المنوفيه مش يسألوا عن المدارس ولا يسألوا عن الصحة ولا يسألوا عن الزراعة ومستقبل الزراعة في محافظة المنوفيه ولا محافظة المنوفيه هتنتج لنا كام السنة دي ولا الارداب براما كام في ايه لما فيش حاجة ده جايبوا عشان يقولوا الصناعات تطوير الصناعات اليدوية يا راجل ده انت تافع قوي اشتركوا في القناة